موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات الصف التاسع يسرنا اللقاء بكم في حصة جديدة من دروس التربية البدنية درسنا لهذا اليوم دفع الجلة من الحركة والآن مع أجزاء الدرس الإحماء والإعداد البدني العام من وضع الوقوف التوقيت في المكان مع زيادة السرعة تدريجيا مد الدراعين أماما مع رفع الركبتين عاليا يكرر التمرين مرة أخرى رفع الكعبين عاليا والثبات على الأمشاط لمدة ثانيتين يكرر هذا التمرين في ثمان عدات من وضع الوقوف والذراعان جانب الجسم دوران الكتفين للخلف في ثمان عدات وللأمام في ثمان عدات من وضع الوقوف فتحاً والذراعان جانباً دوران الكتفين للأمام ثمان عدات وللخلف ثمان عدات فتح وضم الرجلين مع حركة الذراعين في ثمان عدات الإعداد البدني الخاص من وضع الوقوف مسكرة طبية تبادل نقل الكرة من فوق الرأس والذراعان مفرودتان في ستة عدات رفع الذراعين لأمام ولأعلى في ستة عدات مع مراعاة عدم ثنيهما الخطوات التعليمية لمهارة دفع الجلة من الحركة عزيزتي الطالبة إليك المراحل الفنية لدفع الجلة من الحركة مسك الجلة وحملها وقفة الاستعداد التحفز الزحف الدفع وأخيراً الاتزان تمرينات تمهيدية بالجلة الخفيفة أو بالكرة الطبية أو بأي أداة بديلة وذلك للتعرف على حجم وشكل ووزن الجلة والإحساس بالثقل وتمية العضلات العاملة أثناء الحركة المرحلة الأولى مسك الجلة وحملها طريقة مسك الجلة تمسك الجلة بالأصابع الثلاث البسطة خلف الجلة مباشرة لأداء الدفع أما إصبع الإبهام والبنصر فيعملان على سند الجلة من الجانبين توضع الجلة تحت الفك والترقوة ترفع الذراع الحرة وذلك لحفظ توازن الجسم التدرج المهاري لدفع الجلة من الحركة مسكرة طبية أو أداة بديلة بالطريقة الصحيحة مد الزراع الحرة عمل طعن خلفي بالرجل اليمنى يكرر التدريب السابق مع لف الجذع جهة اليمين ربع لفة والعودة للوضع الابتدائي أداء التدريب السابق مع مراعاة ارتكاز الجلة على الأصابع وليس راحة اليد ودفع الجلة يكون من مستوى الكتف يكرر التدريب السابق وقفة الاستعداد والتي يكون فيها الظهر مواجه لمقطع الرمي سحب القدم اليسرى خلفا استعدادا لمرحلة الزحف في مرحلة الزحف ميل الجسم للأمام ثني ركبة الرجل اليمنى وسحب القدم اليسرى للخلف عمل وثبة بسيطة لإكساب الجسم قوة دفع تزامن حركة القدم اليمنى مع اليسرى مع لف الجذع جهة الشمال في مرحلة الدفع يستمر الجسم في الحركة مستمداً القوة الدافعة من الزحف والدوران على مشط القدم اليمنى ويكون الجسم محملاً على الرجلين بالتساوي يستمر الجسم في الدوران على مشط القدم اليمنى حتى المواجهة الكاملة لمقطع الرمي ودفع الجلة وفي مرحلة الاتزان تنقل الرجل اليمنى أماماً وبعد التخلص من الجلة تتجه دراع الأيمن بمرجحة أمام الجسم ولأسفل وذلك للمساعدة على الاحتفاظ بتوازن الجسم وامتصاص سرعته أداء التدريب لمسافة محددة ثم التدرج بالمسافة تدريبات تطبيقية تهدف التدريبات التطبيقية إلى تثبيت وإتقان المهارة مراجعة لدفع الجلة من الدوران ربع لفة أداء مهارة دفع الجلة من الحركة بالكامل من المحاولات الفاشلة في مسابقة دفع الجلة الخروج من الدائرة في النصف الخلفي لدائرة الرمي الخروج من دائرة الرمي قبل سقوط الجلة الجزء الختامي من وضع الوقوف الظهر مواجه للحائط دوران الجذع جهة اليمين ولمس الحائط بكلتا اليدين الثبات في ستة عدات دوران الجذع لجهة الشمال والثبات في ستة عدات يكرر التمرين مرة أخرى من وضع الوقوف عمل تقوص في الظهر مع وضع كلتا اليدين على الحائط والثبات في أربع عدات يكرر التمرين من وضع الجثو عمل زاوية قائمة بالرجل اليمنى مع رفع الرجل اليسرى والثبات في ثمان عدات يكرر التمرين للرجل الأخرى شكرا جزيلا على حسن الاستماع متمنين لكم وقتا مفيدا نلقاكم إن شاء الله في الدرس القادم على الود والمحبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر